السلام عليكم مرة تانية دلوقتي ابدأ معاكو الجزء التالت من الفيلم ده الفيلم ممكن اللي انا بعرفه لكم كجزء اول او تاني او تالت ممكن ده يبقى غلط لان انا ما هرفش هقسمه لكم جزء في الاخر بس انا بسجل ده الجزء التالت اللي بسجله السيرش تيج اللي عايزين اورهلكو اوفكركم مرة تانية بالاية سبعة تلاتة وتلاتين الخمس حاجات الاساسية اللي تحتها ممكن نلاقي فرايات كتيرة ربنا محرمهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل بيه سلطانا وان تقولوا على اللهم ما لا تعلمون احنا نقشنا الفواحش او نقشنا الاثم تعالوا دلوقتي نقش البغي فيه سرش تاج انا عملته سميته بغي هيجيب لنا سبع ايات مفيش كتير البغي الواحد ممكن يفهمه ان انت بتروح تدرب واحد في بيته وتترده من بيته او تاخد بيته يعني تاخد حاجة بتاعته انا شايف ان ده كتعريف الاساسي اه صح هو ده البغي ان انت تروح تدرب واحد وتبغي عليه في ارضه وتاخد ارضه منه وتترده برا او تخرجه من الارض بتاعته مثلا هنا مش شرط بس ان ده يكون البغي لان انت ممكن البغي تعريفه انك بتتعدى على حقوق الاخرين ان جنرال يعني انا ممكن اعتبر منطقيا ان السرقة بغي لان انا اروح ااخد حاجة مش بتاعتي بتاعت واحد تاني انا كده بغيت على حق الاخر بغض النظر السرقة ليها عقب اوال وحديها لكن ما زلت انا ارتكبت حاجة حرام يبقى احنا كده ده ممكن نعتبر السرقة بغي فعشان كده السرقة نقدر نعتبرها محرمة لو احنا خدنا تعريف البغي بالطريقة دي ده حيبين لنا او حيخلينا نقدر ان احنا تحت البغي ده نلاقي تفريعات كتيرة جدا ممكن اعتبرها بغي وبناء على ذلك طالما اعتبرناها بغي يبقى الفعل ده ربنا لازم يكون محرمه عشان ربنا محرم البغي تعالوا بص على امثلة البغي مثلا الاية تسعين من سولة يونيس بتقول ايه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا يعني الناس الاسرائيليين ماشيين وسايبينهم بني اسرائيلي يعني خلاص يا ام احنا مش عايزين منكم حاجة احنا سايبين لكم مصره انما شوفوا ازاي فرعون بيبغي على حقوق الاسرائيلي مش عايزهم يمشوا ويرايح برضو عشان يقتلهم او ينتقم منهم او عايز يعمل ايه الاية دي على فكرة بتؤكد كمان ان الاسلام اعلى من الايمان وبتأكد كمان ان الشهادة هي شهادة لا اله الا الله بس يعني الاية دي فيها حاجات كتير لان بص بتقوليه في الاخر سوري يعني للمقاطعة حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين يعني امن الاول وبعد كده اقرب اسلامه لانه هو فهم في الوقت ده ان الهدف او يعني للمفروض كل الناس تسعى عليه هو الاسلام مش الايمان لان الايمان درجة الاولى من درجات الاسلام وكل ما ايمانك بيزيد كل معمال انت تقرب من درجة الاسلام اللي هي المفروض كل الناس اللي عايزين يعني ينجحوا في الاختبار يسعى لي ان انت لا تموتنى الا وانت مسلم وليس لا تموتنى الا وانت مؤمن الاسلام طبعا اعلى من الايمان الاية دي برضي بتؤكد ان الشهادة بس شهادة لا اله الا الله لان فرعون قال ايه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بانو اسرائيل لو شلنا الذي امنت به بانو اسرائيل وحطينا بدلها اللي هي تعود عليه اللي هو الله يبقى هو هيقول ايه انه لا اله الا الله يعني هو ال الشهادة تلاحظوا هنا موسى كان مبعوت ليه كالرسول وكان المفروض يؤمن بيه كالرسول ما قالش ايه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بانو اسرائيل وامنت ان موسى رسول الله ده يزبط لكم ان شهادة الرسول ان ده رسول الله سواء كان موسى او كان محمد او كان اي رسول اخر مش مطلوبة انت كل اللي مطلوب منك ان انت تؤمن بالرسول ده وطالما انت امنت به ما كأنك انت شهادت بينك وبين نفسك ان الرسول ده رسول الله شهادتك لازم هتبقى بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا لان ربنا هو بس اللي بيعلم الغيب او الشهادة الناس ما بتعرفهش فانا مش هتفرق لو قعدت اقولها قدام الناس خمسمائة مليون الف مرة كده كل يوم اصحالهم الصبح اجيب مكروفون واقول لهم اشهادوا ان محمد رسول الله اشهادوا ان محمد رسول الله مش هتفرق خالص الموضوع ده والناس ولا هيقدروا يعرفوا نسادق ولا كاذب ربنا بس هو اللي هيعرف فموضوع الشهادة ان انت تؤمن بس بالله يعني حتى الشهادة بتاعت لا اله الا الله من واحد مش محتاجها بس هو بيحتاجها طبعا لما يكون كافر وبيقلب لمؤمن فبيشهد ان فعلا بينه وبين نفسه انه لا اله الا الله ما بيشهدهاش لنا لان انا مش هنعرف الشهادة بتاعته اذا كانت صادقة او كاذبة ابدا مش هنعرف ربنا بس اللي هو هيعرفها هيبابي اشهدها لربنا فطالما بالنسبة للرسل بقى مش محتاجينها خالص لان الرسل انا مجرد بؤمن بهم بس واتبعهم كده كاني شهدت ان اما رسل خلاص مش محتاج ان انا اشرك شهادة الله اللي هي لو هنفترض مطلوبة وانا ما عنديش مانع ان هي دي تبقى الشهادة الوحيدة الا اله الا الله ان انا اشركها دايما وحط معها اسم بشر مخلوق هو خلقه عشان اشهد ان هو رسول الله وما فيش حد يعرف خالص موضوع الشهادة دي غير ربنا اصلا وربنا هيبقى عارفة كنت انا مؤمن بالرسول ده ولا لأ يبقى البغي هنا في الاية دي معناه ان واحد بيبغي على حق واحد مش شرط ان انت تاخد حاجة بتاعته لأ ان انا مسكوا يعني انا لو مسكك ساجين مثلا في بيت عندي انا كده ببغي على حقك يبقى انا كده برتكب حاجة ربنا محرمها لان ربنا محرم البقى نشوف الاية اللي بعدها بتقولي ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصر انه الله ان الله الله غفور ورحيم بغي عليه هنا معناه طبعا ان واحد ازاك بحاجة او عمل لك حاجة رغم ان انت مسمح لك ان انت ترد عاقب بمثل ما عقب به وبعد كده خلاص بقى نايفين يعني بقى انا متساوين انت عملت لي حاجة رحتنا ردت عليك وبعد كده انت جيت ما زلت ومسر وبغيت علي يبقى انت كده بترتكب حاجة حرام خلاص انت هنا يعني لو هنطبق دي مثلا على فيسبوك هنفترض لولي دي جت شتمتني وهي اللي بدأت مش تمتي زي ما انتم عارفين وجت قالت لي على الفيلم بتاعي ادعارة مالك بان او عقدة النكاح حاجة كده قالت علي ان انا شيطان العصر وتعمتني ان انا مسيحي ونصراني ويهودي وكل القموس بتاعهم المعروف ده انا رح تدخل شتمها وانت هنا بقى عقبتك بمثلة ما عقبت بيه يعني انا دلوقتي شتمتك زي ما انت شتمتيني ثم هي تيجي بعد كده تبغي علي تاني بقى هي ارتكبت حاجة حرامة على طول ثم بغي علي وربنا محرم البغي بقى هي ارتكبت حاجة حرامة بقى لولي دي ما تعرفش ربنا ولا تعرف ايه اللي محرمه ربنا اصلا خليها تمشي وراه التحريم من كتب الاحاديث الشيطانية ونشوف دي هتبقى توديها لايه اوبيسلي اللي هي ماشي وراه في كتب الاحاديث الشيطانية مش بيعلمها ايه الصح وايه الغلط لانها هي ماشي عمالة ترتكب في الحرام وراها عمالة تبغي علي الناس بدون اي حق خالص رغم ان الناس ماجوش نحيطها ولا يعرفوها ولا هي تعرفهم مجرد مدائقة بس عشان عمالة يفضح البخاري او بفضح بهرائلة مثلا تم انت مالك انت مالة بهرائلة دي مخلوقات زينا وراح يتوقفوا قدام ربنا زينا هيروحوا فرادل قدام ربنا يبقوا مسئلين على عمالهم زينا انا شايف ان عمالهم اضلب كمية كبيرة من البشر وده مخليني انجري وغطبان طبعا لانه هم لو كانوا انصتوا لرسول الله ولم يكتبوا الكتب الشيطانية بتاعتهم دي ما كانش حصل ممكن للامة الاسلامية اللي احنا شايفينه دلوقتي والحاجات المهينة لكل الامة الاسلامية واللي ضعفت الدين وفرقته وخلت كل واحد فعلمتين غير حتى الجاره المسلم اللي جنبه الاية اللي بعدها بتوردين ان ممكن واحد لما يبقى معاه فلوس كتير بيبغي على الناس يعني زي مثلا هشام طلعت مصطفى مثلا معاه فلوس كتير ده كان بيبغي على الناس بفلوسه سواء بقى كان بيعمل ايه طرق البغي ممكن تبقى كتير انك تاخد حقه من واحد مثلا يعني تخيل انت عايز تاخد مراته واحد مثلا ما ده يعتبر انت كده بتبغي على حق الراجل التاني ده انك عايز تاخد مراته مثلا فهنا قارون ربنا بيدينا مثلا ان هو بغي على الناس يعني ارتكب البغي على الناس ان قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم طبعا هنا واضح جدا ان ربنا بيقول لنا كده رغم ان ربنا كان مدي له فلوس كتير وعتيناه من الكنوز ماء مفاتحي لتنقى بالغصبة يقولون قوة ويشوفوا ايه قوموا حبوا ينصحوا كمان ويقولوا له ما تفرحش لا تفرح ان الله لا يحب الفرهين هو طبعا ولا همه ويشوفوا ربنا عمل في ايه في الاخر البغي هنا امثلته كتير بقى لما واحد يبقى غني مع فلوسه ويعود يبغي على الناس وياخد حققهم بالشرط ان هو يروح يطردهم من بيت بالعكس ده واحد غني مش هيروح يطرد واحد فهير من بيته بس ممكن يعمل حاجة فيها باغي ممكن عايز ياخد مراته مثلا حطت عينه على مراته مثلا والمثل ده واضح جدا في قصة داود لما بتقول ايه ايه استدخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان باغية بعدنا على بعد يعني اهو ادي قصة واضحة واحد حاب ياخد مرات التانية زي ما هما بيقول قلنا في قصة الاحاديث الشيطانية رغم ان القصة في القرآن بتقول نعجة كان عنده خروف واحد بياخده مع الخرفان التانية انا هاخد القصة لتري حرفي ولافزي ان كانت العملية خرفان وعايز ياخدها يضمها مع النعج بتاعته هما بيقولوا انه كان عايز ياخد مراته مرات الواحد يعني عجبته مرات الجندي اللي كان عنده كان عايز ياخدها بغض النظر بقى عايز ياخد مراته عايز ياخد النعجة بتاعته العملية باغي وخلاص يعني كان بيرتكب حاجة محرمة يعني يبقى معنى كده ان انت لو هتاخد حاجة مش حقك عمل تعمل قصص وافلام وروايات نصب يعني بمعنى اصح النصب يعتبر بيرتكب حاجات حرام النصب على طول كده نقدر نعترف انه هو حرام ونقول بكل قوة انه هو حرام لان النصب يعتبر بغي عمل انت تتلاعب وتتلاوى وتعمل قصص وروايات عشان تنسب على واحد وتاخد فلوسه زي الناس اللي في مصر مثلا اللي بيستخدموا الدولارات الدولارات كلها السوداء ويحط عليها بوية تقوم شايل اللون الاس ويترجع الدولارات تاني ويتحقوا على الناس كل ده هم هنا بيرتكبوا حاجات محرمة هيبقوا مسئولين عليها مسئولية كبيرة جدا قدام ربنا لانه كل ده يعتبر بغي طبعا بغي انك بتاخد حق مش حقك بغض النظر بتاخد مرات واحد تاني بتاخد فلوسه بتاخد البزنس بتاعه بتاخد شايته بتاخد عربيته بتاخد قلم من عنده بتاخد كتاب من عنده اي حاجة خلاص ده يعتبر كده حاجة محرمة اللي انت بتعمله ده طالما احنا احنا قدرنا نقول ان ده بغي يبقى كده ربنا محرمه يعني طالما احنا تأكدنا مية في المية ان هو بغي يبقى ده كده ربنا محرمه وانا شايف موضوع ان احنا نعرف ازا كان الحاجة وحشة او كوياسة يعني ممكن نحدد بكل سهولة إذا كان الفعل فاحش ممكن نحدد بكل سهولة إذا كان الفعل إثم ممكن نحدد بكل سهولة إذا كان الفعل بغي وتخيلوا الفعل دخل تحت كذا حاجة من الحاجات الدولية فده يوريكم مقدار الزنب اللي هو الوحيد بيرتكبه إيه من كمية المحرمات اللي بيرتكبها في وقت واحد مهمة جدا الموضوع ده الآية اللي بعد كده بتقول بقى بقيت قصة النبي داود بيقوله إيه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمانوا وعملوا الصلاحات هنا ربنا بيورينا إن الذين آمانوا وعملوا الصلاحات دول هم اللي ما بيرتكبوش المحرمات لأنه هم مش هيبغوا بعضهم وهم خلطاء بينهم وبين بعض وعايشين مع بعض في نفس البلد ولا في نفس العمارة ولا في نفس الشغلين مع بعض في نفس الشركة دول مش هيبغوا على بعض لكن ربنا بيقول لنا كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض دي الحقيقة اللي ربنا بيقول لنا عليها لكن بيستسمي منهم إلا الذين آمانوا وعملوا الصلاحات وقليلا ما هم يعني ربنا حتى بيأكد لنا الحقيقة دي إن معظم الناس بترتكب محرمات بالبغي بينها من بعض وهم خلطاء بينهم ومن بعض وهم مش واخدين بالهم يعني هم لو بياخدوا هادي من القرآن ويقدروا يفهموا إن البغي ربنا محرمه ويقدروا عندهم عقل يفكروا إن العمل اللي بيعملوه ده هل ده هيعتبر بغي ولا لأ من قبل ما يعملوه ولو وصل إن هو بغي هقدر يعرفوا إن ده حرام لو هم مؤمنين بالله وبيخشوا بالغيب يقوموا مش هيعملوا المعاقف ده الفعل اللي هو البغي ده مش هيعملوه ويبقى هم كده فعلا في طريقهم ربنا عمال يهديهم وهو يبقى فعلا بالقرآن ربنا يهدي من يشاء ربنا بيهدي بالقرآن فعلا إن القرآن فيه هدي لما انت تقرأ وتفهم الكلام ده هتقدر بعد كده تقف مع نفسك وتشوف كل فعل انت بتعمله هل ده يا ترى فحشة هل ده يا ترى إثم هل ده يا ترى بغي هل ده يا ترى شرك بالله هل ده يا ترى تقول على الله بملاء عالم هتقدر بكل سهولة إن انت تمنع نفسك تقريبا من ارتكاب الحرام ولو ارتكبت بعد كده عسى لله يعني إن هو يبقى حاجة من اللمم وربنا بكل سهولة يغفرها ليك زي ما هو قال لنا وزي ما هو قعدنا ده التصرف السليم اللي أنا نفسي شوف كل مسلم بيعمله الآية اللي بعد كده اللي نقشناها قبل كده اللي هي بتتكلم عن البغي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وزي ما هنا عرفنا إن الناس دول ليس عليهم سبيل من ربنا إنما السبيل اللي هم على اللذين يظلموا الناس ده اللي عليهم هيبقى سبيل فأنا من حق أنا إن أنا لما الناس تبغي علي أن أنا انتصر لنفسي وربنا مصرحني بكده ربنا ما قليش انتصر إزاي المهم انتصر وخلاص اللي هيشتامني هشتامه اللي هيضربني هضربه اللي هيزقني هزقه اللي هيغلط فيه هغلط فيه بالزبط كده جزاء سيئة سيئة بمثلها سيئة بمثلها يعني نفس النوع مش معناها نفس القدر بالعكس عمرك ما تتوقع إن لو تحتى تنين متسرعين وهبيضرب بنية التاني عايز يضرب بنية أكبر منه يعني مش هدي له بنية بنفس القدر عشان يوقعه فالجزاء سيئة سيئة بمثلها يعني نفس النوع يعني عشان كنا أنا لما الدنمارك عملوا الكارتون على سيدنا محمد أنا أعتبرت إن دي سيئة رحت عادت أعمل كارتونات على مالكة الدنمارك وابنها ومراته مراته استرالية على فكرة كمان وأفلام يعني وسخة يا حاجات قاضرة سوريا يعني بقى طالما أنتوا بتقولوا دي حرية وإيه يعني لما يعمل كم كارتونة على الرسول الكريم محمد طب خلاص يبقى أنا إيه يعني بقى لما أعمل أنا كم كارتونة على مالكة الدنمارك بتاعيت كنت كمان سوريا يعني بقى وعملية بقى هنا مفتوحة بقى خلاص فأنا بعاقب دايما بمثل ما أوكي طبعا أنا كارتوناتي بقى كانت حاجات جامدة بقى يعني حاجات فضايح يعني مش حاجات سهلة فبالزبط هو ده اللي بيحصل بالطريقة دي أنا بنتصر كده بنفسي لأن أنا بالطريقة دي طالما اديت لهم حاجة من نفس النوع جزاء سيئة سيئة بمثلها ولكن بمجنيتود أكتر بحجم أكبر كده هم ما هيتروشوا كده آه لا يبقى أنا أحزن لي ما عملش الكارتونات دي لأن كده أنا بفتح على نفسي باب تاني وأحسن إيه ملكة الدرماركت قولي نفسها إيه الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح زيب المشركين كده على فيسبوك لما يجي يشتموني أو أي حاجة أو ما أنا داخل مديهم نفس الكلام بس بمجنيتود أكتر بكتير يعني أنا بأمل إن هم يقولوا آه الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح ويسيبوني في حالة لا يغلطوا فيا ولا يجوا ناحياتي هو ده اللي أنا عايزة أنا مش عايزة أنا عادة تخنيه مع الناس وأعمل معهم أنا اللي يجي بس يقف قدامي ويحاولوا إن هو يزقني أو يحرجني أو يقول أي حاجة غلط ددي أو ددي أي فرد من عائلتي على الملأ لازم هيبقى عقابه صعب جدا وعلى الملأ برضو من نفس النوأ اللي هو عمله بالزبط الآية اللي بعد كده بتقول لنا برضو نوأ تاني من البغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يبقى بوضوح هنا جدا إن البغي لما أنت اتنين مثلا متخنين وأنا صلحت بينكم وواحدة منكم بعد كده جاءت تتخانيت مع التاني دي ارتكب تبغي هنا يبقى هنا بترتكب حاجة محرمة على طول وطالما بترتكب حاجة محرمة ربنا ما يديني حق إن أنا أقف أهم حارب ما اللي هي تبغى عليها ضد اللي هي بغت فالبغي طبعا هنا ده يوصلنا للجزء من الرئيسيات اللي ربنا محرامهم نهايته يعني إن البغي بكل سورة نقدر نعرفه وممكن نشوف أمثلة كتير يعني أنا أحب إن انتو كلكم تفكروا في أمثلة من اللي بتشوفوها قدامكم وتشوفوا الناس بيعملوها وبتثبت لكم إن معظم المسلمين قدامكم اللي بيروحوا يصالوا خمس صلوات واللي بيصوموا رمضان وكل الكلام ده عملين يرتكبوا في محرمات مرغمسين في المحرمات مهولة المنظر وهم مش واخدين بالهم كل المحرمات دي مش هتعدي كده أو أنت وربنا هيجي يوم القيامة يقول لهم آه طالما أنتو لا تشركوا بي شيئا فلا عذابا لكم لا طبعا ربنا هيمسك عليهم كل حاجة وكل كلمة قالوها وكل فعل قالوه كل حرام يرتكبوا ولازم هيدفعوا تمنوا لو ربنا عايز بعد كده يخفر لهم دي حاجة طبعا براحته هو بعد كده ولا يسأل عما يفعل طبعا بكده يبقى وصلنا للجزء التالت ده نهايته آه أخد راحة شوية ونشوف جزء اللي بعد كده بإذن الله نشوفكم سيكون